اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام واصلنا لفقرة اكثر ما تم تداوله عبر السوشال ميديا ونشاطاء السوشال ميديا تداولوا موضوع المدينة الجديدة شو المدينة الجديدة يا دعاء والله بده يصير عنا مدينة جديدة يبلشوا فيها بـ 2025 هاي المخططات طبعا من هون يعني يمكن من 2023 لا 25 بدهم يبلشوا يرسموا المخططات يعني ملكة 3 سنين اه تقريبا لا يبلشوا طبعا فيها فهلا يعني انا عم بفكر الباص السريع اخد معوهم عشر سنين فما بالك مدينة فيها شوارع و سيارات وطرقه 23 وثلاثة وثلاثة اذا تكون قديش هم حططين هاي هم حططين لالفين وثلاثة وثلاثة بس بما انه الباص السريع اخد عشر سنين فهاي بتوقع اكتر الله المستعان يعني نحن يعني لأ منشجعهم طبعا منشجعهم يعني بقولوا عمان صارت دايقة فيالله بدنا توسع عمراني بس يارب بتكون هيك فعلا مدينة فيها كل سبل الراحة يقدر الكل مثلا اللي حابب ينتقل ويسكن يكون في مباني مناسبة للجميع بمختلف الاسعار طبعا هي تبعد عن عمان 40 كيلو متر يعني تقريبا بطريق المطار نعم يعني أنا الغريب اللي شفته انه تبعد عن المطار 40 كيلو متر وعن وسط عمان 27 كيلو متر عن مطار الملكة علياء 31 وعن الزرقاء مش عارف شو الرابط انا بعرف الملكة علياء تقريبا غرب عمان بالزرقاء والزرقاء والزرقاء بمكان اخر فما بعرف اذا المنطقة هاي جاي بيناتهم مش هنا بدهم يعملوا طرق يمكن سريعة والله تعالى اعلم ما بتعرف المخططات نعيش ونشوف ان شاء الله المدينة الجديدة خلينا نشوف اللي تداولوا هالخبر على مواقع التواصل الاجتماعي شو علقوا على الموضوع علاء الجبور بيقول الله نسأل الخير كله لبلدنا انقل هنا ما نشر عن المدينة الجديدة تقع على طريقين دوليين هما اوتسترادلم وقر الازرق والزرقاء الازرق وليست بعيدة عن المناطق الصناعية فيلم وقر وسحاب والزرقاء ومنافذ حدودية اساسية مثل حدود العمري وحدودنا مع العراق طيب عمر بيقول اذا بقى الصريعة 13 سنة كيف مدينة كاملة هذا بقرب لك اشيرا بالضبط والله يعني اتذكروا دولة لما عملت نفس نمط المدينة باع المدين البلد بما فيها ودمر اقتصادها وشكلها الحلقة الاخيرة احنا علينا النصيحة صح في ناس يعني مسيجات سلبية ومسيجات ايجابية لكن خلينا نعلي قبل ما نقرأ تغريدة احمد كل مشروع بيفتح بالبلاد ان شاء الله بتخفي البطالة لان شوفي عدش تشغلي مهندسين مقاولين بناء يعني معماريين وغيره وجري عرفتي قدش بدها تفتح محلات تجارية يعني ان شاء الله يارب يكون هذا بيخفف من البطالة حيلا ننظر نظرة لو لا بعدين للجيل اللي بعد جيلين نعم صحيح يعني نشوف الجانب الممتلئ من بالضبط والنهاية هي المدينة والبلد عم بيكبروا شوية شوية ان شاء الله يا ربي يعني نحسن الظن يا رب ان لما يكون في قضايا فساد وإلى آخرية ان شاء الله يعني احمد غانم يقول اللي بره البلد ويشوف المدينة الجديدة بيحكي انه الأردن عدت لندن ونيويورك أحلام وردية وواقع مقزز لما الشعب يشوف مشروع الباص سريع اتجاوز العشر سنوات كيف بدكم يصدق انه في مشروع مثل هات ممكن يصير استنوا نيسان لتنزلوا هيك كذبة هذا رأيه أحمد أبو سما بيقول وين المنطق بموقع المدينة الجديدة 40 كيلو بعيدة عن عمان ليش طيب هل في أي تفكير بإنشاء قطار سريع مثلا يربط عمان بالمدينة الجديدة ولا عادي يشغالين هيك على التسهيل زي كل إشي بها البلد الله تعالى أعلم يا أبو سما طيب برزان العمد شكلهم نويين على الشعب كامل لعاد المدينة الجديدة اللي بدها تخلص 2030 لمين 2033 وكالة طبعا هي أوردت الخبر توجه لبناء مركز إصلاح جديد في الأزرق وتوسعة مركزي لموجر وسواقا يعني هما بدهم يحبسوا أصدها الناس فلمين المدينة الجديدة أسامة بيقول المدينة الجديدة المزمع إنشاؤها أو المزمع إنشاؤها في الأردن هل سيكون بها ملعب أولمبي؟ بجوز صحيح الملعب الأولمبي نعم أستاذ دولي حتيمكن مستقبلا مع ملاعب عمان التقدم لاستضافة كأس أمم آسيا دورة أولمبية ملف مشترك لكأس العالم والله ما أعتقدش نوصل للأولمبيان نبدأ نعم رائد الأعرج يقول أبراج السادس لم تستطع عدة حكومات على الانتهاء منها منذ ما يقرب العقدين والآن تريد كم عقد سيمر والآن نعم كم عقد سيمر عقد سيمر قبل أن يرى هذا المشروع النور المشكلة ليست بالأموال وإنما بالتخطيط الله المستعان يعني هنا أبراج السادس عليهم مشكلة قضائية فعشان هيك هنواقفين نعم فإن شاء الله مثل هيك مشروع يتكلل بالنجاح بإذن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة